أهلا بكم أهلا بكم في شهر أذار مارس الماضي قام الرئيس حسن روحاني بزيارة رسمية إلى العراق وقع خلالها اتفاقيات تجارية وصناعية ومالية عدة لكن أهمها ما تم الكشف عنه أخيرا من خلال مشروع للسكك الحديدية يربط مدينة شلمتشيل إيرانية باللذقية السورية مرورا بالبصرة العراقية الربط سيتم عبر خط لسكك الحديد بين مدينتي شلمتشيل إيرانية وبطول 32 كم مع البصرة العراقية ليكمل بعضها الخط نحو سوريا حيث سيتم ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط مدير شركة خطوط سكك الحديد الإيرانية كشف أن مؤسسة بنياد المستضعفين في طهران ستكون المستثمرة والمقاولة لتنفيذ المشروع وأن الأعمال ستبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران هذا المسار الطويل الذي ستسلكه سكك الحديد سيؤدي إلى ربط اقتصادي وحيوي بين دول ثلاث متجاورة تتعرض لحصار وعقوبات وتضييق تجاري وملي ولسيما دمشق وطهران وسيسهم خط السكك هذا في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث ويسهل من عملية نقل البضائع وقتا وكلفة علاقات تجارية تتعزز وتتنوع ولسيما بين إيران والعراق حيث تم الاتفاق على ألية تسمح للعراق بتفعي ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصرا فيما يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران لتعويض النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية ولسيما في موسم الصيف حيث يزيد استهلاك الطاقة بشكل كبير كما يستورد العراق الغاز الجاف من إيران لتغذية المولدات الكهربائية التي تعمل بهذا الوقود شكرا لحسن متابعتكم